وهذه كانت لغوات واحتجاجات في الحقيقة كانت قوية أمس بارف الليل أيضاً وهذه كانت في بجاية أمس البارح أيضاً هذا كان جزء من اللي خرجوا سواء من الجمعة أو البارح وخاصة بالنسبة لغواته بجاية باش نوضح شيء الخروج تاحهم البارح في الأصل كان اعتراض على أن هذه الولاياتين ضمن سبع ولايات أخرى معناها تسع ولايات فرضوا عليهم حظر من الاثناش تعليل للربعة أصبح إذا كانت معلوماتي دقيقة فخرجوا الناس غضباً خاصة أن الناس بالنسبة إليها في رمضان مهم جداً أن الناس تجد أنفسها قادرة تتنفس شوية هو في الليل والناس تلتقي مع بعضها والناس تتزاور والناس تسهر إلى آخر حتى هذا باسم أن هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بالكورونا فتم فرض من جديد الحظر والحقيقة راهم يحظروا باش يفرضوا على ولاية أكثر خاصة بعد العيد ويقتنموها فرصة في حديث حتى أنه ربما ربما بعض الجهات داخل النظام لمهيش اللي راي تشعر بالقلق الشديد من مشروع الانتخابات المزورة هذه اللي جاية راي تشعر وتشوف بأن الشعب رفضها رفض كامل ربما تقتنم فرصة من أن هناك ارتفاع في الحالات منتع الكورونا ويقوموا بإلغاء هذه الانتخابات هذا واحد من الاحتمالات لكن لحظة عفوا لكن الحقيقة احنا ما ناخذوش باعتبار هذا الأشياء احنا ناخذو الأفعال كون هم يطلقوا مرات هذه الإشاعات يقدروا باش يهدوا بها الأوضاع ممكن لكن عارفين أن هناك خلافات في هرم السلطة من أن هذه الانتخابات مش راحت تفوت تبون والجنرالات اللي معها مصرين عليها جنرالات آخرين خاصة من جنح توفيق مزار اللي عاد وبدأ يعود بقوة رفضينها حابين يروحوا لانتخابات الرئاسية هما مسبقة والجنح الثالث أو اللي هما بناتهم إذا شئنا جنح جنرالات أيضا نص نص ما زال ماهوش راح يشوف الأوضاع على حسب تطوراتها على حسب القوائم على حسب قضية الكورونا هل يقدروا ينفخوا فيها ولا ما ينفخوش إلى آخره ربما هذا موضوع إن شاء الله في اللايب القادم راح نفصل فيه أكثر لكن هنا فقط باش نرجعوا لموضوع الكورونا موضوع الكورونا هذا تلاعب كبير في الحقيقة هو تلاعب على مستوى عالمي ولكن عند المستبدين تلاعب أكبر عند الأنظمة الطغيانية هذه الفاشلة تلاعب أكبر لأن السؤال البسيط اللي يطرح على هذه العصابة أين هو المستشفى الصيني اللي قلتونا عليه في آفريل 2020 قلتو بأن الصين راح تبني مستشفى في بضعة أيام ويعالج الكورونا ويكون فيه منيش عارف كم من سرير طبي إلى آخر أين هو هذا الكذب ثم أين هو وراء الفاكسا أنا مش شرط راني مع الفاكسا بالمناسبة يعني لكن وراء الفاكسا يعني في كل الدول العالم نظرنا في بريطانيا الآن فاتوا 30 مليون يعني فاتوا أكثر من نصف العدد ده أخذاء الفاكسا طبعا كين قلة من الناس رفضت أن تأخذ الفاكسا لكن الأغلبية العظمة عملت الفاكسا تقدارت الفاكسا في أغلبية الدول نسبة 10% 20% 40% في أمريكا مثلا جاوزوا المئة مليون تحدثوا ربما على 150 مليون الذي يخذون الفاكسا ويقولوا أنهم ربما مع نهاية شهر ماي أو نهاية شهر جوان يكونوا كل شعب الأمريكي الذي هو أكثر من 300 مليون يأخذ الفاكسا أين هو الفاكسا وراه الفاكسا الروسي وراه الفاكسا الصيني وراه الفايزر وراه غيره كل ما هناك أنه أعطوهم دول أطاتهم فايزر أطاتهم 10 ألف قدرة تارفاكسا وروس أطاهم من ضمن 50 ألف الصينيين ربما عدد 30 ألف قاموا به للنظام للعناصر النظام أسر النظام والناس اللي عندهم شوية علاقات شوية معارفة يعني ما فتناش لحد الآن المعلومات اللي نعرفها ما فاتوش 100 ألف تلقيح وهو آحد من أضعف النسب في العالم واحد من أضعف النسب في العالم الحمد لله أن لحد الآن باعترافهمهم أن الإصابات راي تدور في حدود 200 220 250 على قصة تقدير يعني ما شنتكلموا على فرنسا وين الإصابات بعشرات الألاف كل يوم أو أمريكا عشرات الألاف ومرات فترات معينة وصلت إلى أكثر من 150 ألف في اليوم الهند أو الأمس وصلت في الهند 400 ألف إصابة في اليوم ما شنتكلموا على هذا النسب نتكلموا على 200-250 شخص ويأتي ويقول لك وكاين مشكل في المستشفيات وتعبأت المستشفيات وسطير عصيهم وما نش قادرين 200 شخص مصاب مكوش قادرين وأصلا 30 أو 40 فقط منهم اللي في حالة اللي يحتاجوا علاج أو في حالة صعبة خلينا نفترضوا 200 كل الميتين اللي راكم تعلموا عليهم راهم يحتاجوا علاج وأكسيجين إلى آخره أفضل نظام صحي كما قال تبون في إفريقيا ما يقدرش يتحمل 200 إصابة ما لا غدا يكون عندنا حرب ويكون عندنا عشرات الألاف من الإصابات أو ألاف من الإصابات يوميا منتح حروب كيفاش لو كان يكون عندنا بالفعل إبيديمي كما يقال كان يكون عندنا وباء حقيقي وين يصيب ألاف الناس كيفاه أين هي أفضل منظومة صحية في إفريقيا هل إحنا عندنا المنظومة الصحية اليوم هي فقط بتاع الستينات والسبعينات والثمانينات ما نتكلموش على إفريقيا ولا حتى على طوبو هل الجزائر اليوم في 2021 عندها المنظومة اللي كانت موجودة في الثمانينات وأنا أشهد على المنظومة ذلك وعشتها يعني في شبابي هناك ثمانينات في الجزائر ونعرف أن كانوا عندنا أطباء وكانت عندنا مستشفيات وكانت عندنا نظافة وكانت عندنا في حدود معقولة جدا مقارنة بالأوضاع الكارثية اللي رأي فيها الأوضاع اليوم آلاف الأطباء الجزائرين فرنسا وحدها يقال أن فيها أكثر من عشرة آلاف طبيب جزائري غادروا البلاد وذهبوا إلى بلدان أخرى خاصة فرنسا ولكن أيضا بلجيكا كندا سويسرا وبلدان أخرى بلدان خليجية بلدان في آسيا لأن الناس أطباء يشوفوا بأن المنظومة الصحية تحولت إلى كارثة بكل ما قيس مش فقط هكذاك يجيبولك ناس ويجيبولك وزراء يعني أحيانا ما تقدرش تفهم وما تقدرش تتوقع أن هذا الكلام يقال يعني لما تسمع ما يسمى بوزير الصحة يقول هذا الكلام نعاوضوا نسمعوه لكم كنت قلت لكم ربما قبل يومين اسمعوا هذا الكلام أفوانا 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 لكي يكون المواطنين يكونوا حارسين الترسل شوفي سيدتي هوي البريفير يقول يعني أصلا اللغة نصة عربية نصة فرنسوية مكسرة من وزير وأنا دايما نقول صراحة في الأصل أنا نتكلم يا إما عربية صحيحة يا إما فرنسوية صحيحة يا إما قبيلية صحيحة يا إما إنجليزية صحيحة هذا تكسر اللغات هذا سيء سيء جدا ممكن الإنسان يقول عبارة يقول كلمة بلغة أخرى لكن وإلا الناس مش تفهم يعني حتى داخل جزائر كي يقولون بللي حنا كي يبدو يتكلم بفرنسوية ما فهموش على سبيل المثال لكن أنا أنا شخصيا نشوف بللي ممكن يتكلم بالفرنسوية والناس دير ترجمة أو واحد اللي يعرف فرنسوية يترجم الآخرين من أنه يكون خليط لا معنى له لغة تحولت إلى أنها لغة هشة بدون قيمة المهم هنا وش يقول يقول لك هو يكون هو يفضل باش تكون كاينة موجة ثالثة باش الناس يتبعوا التوصيات يعني باش الناس يلبسوا الماسك ولا يجروا التباعد هذا يدرك عنا هذا يقدر يكون مش وزير هذا يقدر يكون إنسان عاقل فقط بدون كلمة وزير أو مدير يعني لو كان قالها رئيس مصلحة في آخر في آخر بوليكلينيك أو آخر مستشفى في آخر بلدة الناس يتردوه مباشرة يتمنى موجة ثالثة باش الناس تسمع التوصيات طيب كي تجيني الموجة الثالثة خلاص واحد يتمنى حريق الدار نتاعه باش أولاده يسمعوا مثلا ما يرموش الأوراق في الأرض مثلا أو واحد عنده شركة يتمنى حريق الشركة باش العمال يجو في الوقت مثلا هذا منطق هذا بشر خلينا نكلمه كوزير ولا دي كلمة كبيرة عليهم هذا هو اللي يسمى وزير الصح هذا هو اللي مشرف على صحة الجزائريين ومع ذلك كما قلت هذه القضية الآن هم يقولوا عدد الإصابات مئتين مئتين وعشرين هذا الهلع اللي ديرينه يا أي ما راكم تكذبوا والعدد هو بالآلاف أو ربما بعشرة الآلاف وبالتالي يصبح الهلع عن تاعكم والتخويف وهذا لا قانيك تصبح مفهومة وإلا وإلا راكم تعبثوا فقط وكل الموضوع ما هو هو قضية تلاعبات سياسوية في الموضوع الكورونا